هذا ما تقوم به إسرائيل الآن وهذا ما تصرح أعطونا نضع شروطا مسبقة ونمنع على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية هذا معنى كلام استبرار الاستيطان عدم تجميد الاستيطان يحمل رسالة بأن إسرائيل لا تريد أن تنهي الاحتلال ولا تريد أن تنسح من المناطق الفلسطينية المحتلة ولا تريد دولة فلسطينية حولتها لو صرح نتاني يقول بالفعل ما ترحمه إسرائيل هو التفكير الحكومة الإسرائيلية تعرض موضوع التجميد أو تمديد التجميد كالشرط في المفاوضات الحكومة الإسرائيلية تريد انضمام الجنب الفلسطيني أو عادة الجنب الفلسطيني إلى المفاوضات الحفاظ على الهوية اليهودية هل يأتي كما جاء في المناطق بدون ألماس بالحقوق للشوب الأخرى انتبه شو جاء في قرارات مؤتمر هرتسلية أيضا في دولة ديمقراطية تكون الأغلبية حرة في ترسيم حدود الدولة وكما أن الأغلبية حرة في أن تكرر انسحابا من مناطق معينة في يهودة والسامرة الضفة الغربية فإنها أيضا حرة كذلك في أن تكرر التنازل عن السيادة على مجموعات سكانية عربية هذه دعوة صريحة إلى الترحيل إلى التخلص من العربي إلى البعبع العربي إلى الخطر الديمقرافي والخطر هناك حاجة يسمونه حتى في إسرائيل كنبلي الكنبلي بحاجة إلى تفكيك والتفكيك بحاجة عمليا إلى التخلص حول هذا الموضوع سنعود بعد الفاصل ابكوا معنا